موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم لغة فرنسية سنة الثالثة البتدائي نستأنف مع الصفحة رقم 103 لاباج 103 لاباج 103 مئة تلاتة المقصود بها مئة وتلاتة إذن عندنا 100 مئة 101 101 102 102 103 103 وهكذا في أول الصفحة كما نرى عندنا عبر عن نفسي بما معناه التأبير كما ذكرنا في غير مرة بأن الأفعال الغير مصرفة في اللغة الفرنسية أنك تأتي أيضا بمعنى المصدر سنبخونو البرومي باعغراف بور البرومي باعغراف كسكونا بور البرومي باعغراف كسكونا كسكو سي ما هذا كسكو سي طبعا بالنسبة للأشخاص نقول كي اس من يكون هذا كي اس من يكون هذا أو من تكون هذا للأشياء و للحيوانات نقول كسكو سي ما هذا كسكو سي C'est une hirondelle C'est une hirondelle Si nous passons à la deuxième image Qu'est-ce que c'est ? Pour la deuxième image Qu'est-ce que c'est ? Bien sûr nous prenons la partie de l'image Indiquée par la flèche Qu'est-ce que c'est ? C'est le ciel Et enfin on a la troisième image Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Que représente la troisième image ? Que représente la troisième image ? Mais de tout m'attire sur la telle ou bien Qu'est-ce que c'est ? Mais c'est un cèdre C'est un cèdre Il n'y a chagéré à l'arz Ou bien c'est le cèdre هي شجرة الأرز لعبا بغل أسيال إذن الشجرة تتكلم إلى السماء هي تعبر عن رغبة ومن فعل ديزيغي يعني أنك ترغب في شيء إذن إلو Cheema تعبر عن رغبة إذن هي ستعبر عن رغبتيها كما هو ممتل للسورة لعبا بغل يسير إلو Hybrid وبيعيess Chief إذا لا إصل عن السورة آلولة ماذا تقول؟ لعبا بغل لسبب ديزيغي سلو الدنيسância L'arbre exprime son désir d'après le texte qu'on a déjà vu الشجرة ستعبر عن رغبتها بالتوافق أو حسب الناس الذي رأيناه فيما سابق إذن l'arbre parle au ciel il exprime un désir كو دي تيل selon la première image إذن حسب الصور الأولى كو va تيل دير كو va تيل دير أو bien كو دي تيل إذن ماذا ستقول أو كو دي تيل ماذا تقول ماذا تقول هي طبعا هنا عندنا ماذا يقول هو كو دي تيل ماذا يقول هو إذن طبعا الشجرة ستقول حسب الناس الذي رأينا Je ne souhaite plus avoir mi racine en même endroit Je ne souhaite plus أنا لا أتمنى C'est le faire souhaiter هذا فعل تمنى Je ne souhaite plus أنا لم أعد أتمنى إلا قلنا Je ne souhaite pas أنا في الأصل أنا لا أتمنى avoir mi racine en même endroit أن تكون لجو دوري في نفس المكان هنا عندنا Je ne souhaite plus أنا لم أعد أتمنى المقصود هنا ربما أنني كنت أتمنى فيما سابق الآن لم أعد أتمنى إذن هذا هو المقصود بهذا بلو ماشي با إذن Je ne souhaite pas أنا لا أتمنى أصلا Je ne souhaite pas avoir mi racine en même endroit أنا أصلا لا أتمنى أن تكون جو دوري في نفس المكان لكن الذي عندنا هنا أصلا أصلا أنا لم أعد أتمنى أصلا أن تكون لجو دوري في نفس المكان ممكن أنا شجرة تقول لسيال أدمنى أصلا سيدني لسيال أدمنى أصلا سيدني أو سيدني Je ne veux pas que mi racine reste encre أو صل Je ne veux pas que mi racine reste encre أو صل طبعا لانcre هذه كلمة مؤنية المقصود بهذا الكروشي التي استعمله باش يتبت بالسافينة إذن نتكلم عن آدات معقوفة تستعمل لتتبيت السافينة تستعمل لتتبيت السافينة إذن تسمى لانcre طبعا يجيب التمييز بين هاد انcre وبين انcre طبعا هي تنطق تقريبا نفسها فقط أن في الكلمة الأخرى عندنا في بداية الكلمة وهي أيضا كلمة مؤنية وهذه تعني الحبر هنا نتكلم عن انcre بأ مكتوبة بأ في أول كلمة إذن هذه المقصود بها هذه المرصات التي من خلالها يتم تتبيت السافينة إذن هنا عندنا انcre يعني أنك تتبت بهذا الأدات إذن هنا ممكن أننا نقول في حالة الشجرة مثلا أنا لا أريد أن تبقى يعني جو دوري في نفس المكان إذن لأن لأن كلمة 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 مذكرة إذن ممكن أننا نقول لأن لأن لا أريد نمر إلى الصورة الثانية كو دي تيل ماذا تقول هي كو دي تيل بو اكسبرمي سون ديزير إذن ماذا تقول لتعبرا عن رغباتها كو دي لعبة بو اكسبرمي سون ديزير ماذا تقول شجرة لتعبرا عن رغباتها لعبة دي الشجرة تقول طبعا كما رأينا في النص جو مو دي بلاسي كم ستة رندل أنا أريد التنقل مثل هذا السنون مثل هذا الطائر جو مو دي بلاسي كم ستة رندل أنا أريد التنقل كم ستة رندل مثل هذا الطائر أو تقول جو مو دي بلاسي كم أنوازو أنا أريد أطير مثل طائر كم أنوازو مثل طائر أو تقول جو دي زيغ كم أنوازو أنا أرغب أطير مثل طائر أو تعقول أنا أتمنى أطير مثل طائر إذن كما تلاحظوا بأن لدينا مجموعة للأفعال التي تتعبر عن الرغبة منها فعل فعل أرادة أنا أريد يعني من فضلكم أنا أريد أو أيضا فعل فعل هناك فعل رغيبة هناك مثلا فعل هناك فعل يأمل فعل يأمل جسپير ولي كما نوازو أنا أمول أن أطير مثل طائر ممكن أنا أستعمل لفر إسпер جسپير ولي كما نوازو أنا أمول أطير مثل طائر إذن هناك في المجموعة فعل يأمل أن أطير على الرغبة في المجموعة شاك شاك برسونج exprim un désir كو دي تيل شاك персонаж exprim un désir كو دي تيل كل شخصية شاك персонаж كل شخصية exprim سلو verb exprimي exprim un désir exprim un désir يعني كمل أنك ستقوم بشي إن لد رغبة هو يأتي في سيق الكلام هكذا شاك persoon exprim un désir كل شخصين يعبر رغبة المقصود أنه يعبر عن رغبة كو دي تيل ماذا يقول هو سينا نحن 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 كو دي تيل كو دي تيل pour exprimer son désir إذن ماذا يقول هو لي يعبر عن رغبته كو ما سيقول هو إذن ممكن أنه يقول مثلا جو voudray un بال جو voudray un بال أنا أريدو كورة جو voudray un بال أنا أريدو كورة كما يقولون أنا أريدو من فضلكم كورة إن أمكن طبعا ممكن أننا نقول جو في بال أنا أريدو كورة طبعا تكون فيها شيء من الحدة أقول مثلا جو في بال أنا أريدو أن تكون للآن كورة مثلا جو في بال أنا أريدو كورة إذن كما نلاحظ أن فيها بعض القوة جو هذا العبارة فيها بعض القوة كمال أن الشخص يفرد نفسه يقول أنا أريد كورة هنا عندنا أنا أريدو إن أمكن أو من فضلكم كورة أو ممكن أن هذا الشخص يتقول أريدو أريدو يمكن أن نقول سينا نستخدم العربي في الأخير إذا أخذنا السورة الأخيرة ماذا يقول هو للتعبير عن رغبتي إذا ممكن أن يقول أو يقول أو يقول أو يقول أنا أرغب أصبح أن أكسلنت أثلت أنا أرغب أصبح ريادة ممتاز ريادة ممتاز أنا أرغب أصبح أنا أرغب أصبح أن أكسلنت أثلت إذا نكتفى بالقدر حيكم الله وإلى اللقاء إن قادم بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر